وابتدت فيه خوانين طبعاً إحنا نحتاجين لتعديلات بعض تعديلات إضافات تشرية حماية المستهلك تغطي التبادل بالإنترنت إن حضرتك جالك الحاجة مواصفاتها مش واضحة أو مواصفاتها مغيرة مختلفة الحاجة الثانية بدأنا في رخمانة الدفع حضرتك مش لازم سلم الناس كاش استخير حضرتك مرة بخصوص شركات الشحن دي إحدى شركات الشحن كلام ده من حوالي أربع سنين أو خمس سنين يعني 2015 صديق لي عنده شركة شحن فتسلم أدوية أو مستحضرات غالية قوي كميات كبيرة فعلى ملف يوصلها وبعد المندوب اللي يوصل للمستحضرات دي المندوب هو راجع لها معين 200 ألف جنيه كاش وكان آخر محطة يسلم فيها كان في بانسويف فرح مكلم وقال له أنا معين 200 ألف جنيه كاش أنا خايف أرجع بيهم عنده حق طبعا فبدأت فكرة بس عن فكرة الدفع الإلكتروني بيتأمن إزاي ممكن يبيع بال200 ألف إنه هو مش معرض المبلغ للخطر يعني أنا بحكي بس عن مشاكل التبادل والاستلام والتسلم اللي بتحلها فكرة الرقمانة الرقمانة يعني محفظة زي دفتر شكات البنك زي دفتر توفير البريد طبعا كل ده عاوزين خلينا نتكلم صراحة أنتم عندكم شطوت حمرة هنا طبعا بيصطدم بحضارتنا نقولها كده إزاي ده يا فنه حتى الآن الكثيرين لا يثقوا في استخدام الإنترنت بالشكل الجد طبعا أدفع الإنترنت أتعلم على الإنترنت يا رجل ده التعليم على التابلت واجه مقاومة إحنا فاكرين هعمل زي يعني نوجه نفسنا بمشاكلنا كده نوجه نفسنا إحنا نفسنا يعني مش قادرين ناثق قوي في الإنترنت من أول التعلم لحد البيع والشرا لحد الدفع